طيب الإنفاق في الخير نلاحظ بأنه يعني يزداد في شهر رمضان المبارك من كثير من المسلمين من أجل نيلة السواب فماذا تقول عن هذه الطاعة يا سلام طاعة عجيبة النبي صلى الله عليه وسلم حظنا على الإنفاق في شهر رمضان والعلي أنا وأنا وأتكلم عن الصغار قلت أن ليس الحكمة من الصوم الإحساس بالفقراء ولكنه واحدة من نتائج الصوم أن الإنسان يشعر بالفقراء فيقدم لهم الخير وأيضا الحسنات في شهر رمضان مضاعفة كثيرا ولذلك من كان من أهل الطول فلينفق في شهر رمضان ومن كان ممن قدر عليه فلينفق ولو بشق تمره يعني لا يحرم نفسه أن ينفق ولو بالشيء القليل أيضا أنا أقول للآباء أن نفقته على بيته من هذا الباب أيضا حتى نفقته على البيت والتوسع على الأهل الزوجة والأبناء في شهر رمضان هذا أيضا من الإنفاق المحمود والذي فيه أجر كبير أيضا أن يوسع الرجل على أهل بيته وأن يوسع على أطفاله بالنفقة وأن يحرص أيضا إن كان مستطيعا أن يجلب لهم لبس جميلة للعيد ليفرحوا بعيد المسلمين أيضا ويتذكر إن كان يعرف أيتاما أو فقراء لا يستطيعون أن يجلبون لأولادهم فليعتبرهم كأبنائهم يعني الذي عنده ولد يكسي ولدين الذي عنده خمسة أولاد يستطيع أن يكسي عشرة حقيقة والله تعالى أعلم وهذا فيه خير كثير والله هناك فقراء داخل البلد وأيضا هناك منهم بحاجة لتلك الأموال خاصة ونحن نشاهد المستضعفين في سوريا في فلسطين في اليمن في العراق في شتى بقاع العالم الإسلامي في حاجة مسى أيضا للإنفاق عليهم والله يا أخي هذا من توفيق الله عز وجل الله عز وجل يغفق للإنفاق في سبيل الله الذين يحبهم ولذلك أنا أقول لذي الطول من هذه الأمة إن شعرت بإمساك الإنفاق فاعلم أن هذا من قلة التوفيق أما الذي الله عز وجل يعينه أن ينفق وأن يوصل هذه الأموال للفقراء في دول أخرى